مليار دولار؟ يطلع كامل مليار ده طب يفرد وافقه؟ مش حيوافقه لا ليه؟ لأنهم أكيد عايزين يقطل وقت لحد ما يعملوا العملية الكبيرة ويطلعوا برا مصر وأنا كمان محتاج وقت عشان أفكر وأخطط وأتكتك خلي بالك العملية دي الغلطة فيها بفورة دباخك راح على فينا بركة الناس دي القانون ما ينفعش معاها ودولها شبكة عفية وكبيرة محتاجة فركيشهم الأول وبعدين أجل بالرأي العام طب أم أم أنت دلوقتي حاول ما تدخلش على النت كتير من الكمبيوتر مشان أم أم كده يحاول عملها كنج على البرنامج أم أم أنا جايبك تعمل إيه أنت؟ وبتدري سيفة جامعة يخرب بيتك أهم الحج خد أنا مجاهزك المصاريف بتاعك كلها بتاعتك أنا والله محتاجهم بس كفاء اللي أنت فيه يعني يا راجل عيب وبعدين دي فلوسكم أبوك الله يرحمه كان مسلّف أبوي إيه ما تعرفش؟ لا ما عرفش هديك عرفت المهم إنت دلوقتي إخفي الكارت ده في أي حتة عشان لو أعطاله برنامج نلحق نتصرف يعني دي غايبة عني أبو الزكاة إنت؟ متشغلتش بالك الكارت في مكان آمن وربك في وجه الكل طب ما بقولك إيه؟ لو عز الرأي العام معك يبقى على عبوك ينهار أسواد دي للكلب عمره ما ينعدي لأبدا اللي كنت خايف منه حصل هلاقي يا حبو الدواتي قوي يا عازم آه دا حقيقي محتفظ باللقب بقاله فترة كبيرة للأسف يا فندم هو إيه اللي للأسف؟ التعامل مع البرنامج صعب جداً الولد البروجرامر ده بداقي هعمل إجراءات حماية كتير جداً لو غلطنا أي غلطة الداتا بتاعتنا هتتبعت ده غير إن هو متابع اللي بيحصل عليها بدلوقتي يعني إيه الكلام ده؟ يعني مفيش ضمير يا عزمي محدش بيرعي ربنا في أكل عيشو شوف أنا عندي كام بغل جوه وبياخده كام كل أول شهر ويجي حتة عيل يوقفهم مبلولين قدامي يا ريس البرنامج ده برنامج بلدي علشان كده بيبقى صعب التعامل معاه كسرين يا ريس يعني أنا بيتنسب علي وكل الفترة اللي انتو شغالين معايا فيها دي بتفعلكم مرتبات على إنكم صفوت الصفة يا ريس إحنا عملين ما أثرنا في حاجة إحنا بنتعامل مع بروجرامر بدائي زي ما تقول كده عيل صايع في منطقة عشوائية كلها أزق وحواري ياخدك ويبرمك ويتويهك وهو الوحيد اللي يعرف يطلعك منها لا ينفع معها جي بي اس ولا تكنولوجيا بس أنا بقترح على حضرتك بس اقترح صغير لو قدرنا إن إحنا نجغل الولد ده أسبوع واحد بس أسبوع واحد بس أنا أخترك البرنامج ووقفه إش معنى أسبوع يعني؟ ليه مش خمسة أيام؟ تمانية؟ تسعة؟ هو البرنامج متصمم إن يقف كل 24 ساعة أو أسبوع دي أقسى مدة موجودة إحنا في خلال الأسبوع اللي هيوه في البرنامج هنشوف شغلنا وهنسحب الداتة بمعرفتنا ويبقى مخسرناهاش والرصاص اللي في المصدر حضرتك ده تبقى تفرغوا في صدره هو ماشي لو على أسبوع ماشي بس أهم حاجة ساعتك إنه ما يدخلش على الكمبيوتر الفترة دي كتير موسيقى